أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مجلس الوزراء قد أقر حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مع كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر ناقش مجلس الوزراء كل القوانين اللي حتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جداً اللي أطلقها فقامة الرئيس فيما يخص طبعاً التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من 1 أربعة أو 1 إبريل الشهر القادم وأيضاً أن يكون هذه الحزمة بقيمة ألف جنيه لكل طبعاً واحد من العاملين في الدولة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة اللي تبقى 3500 والدرجة الثالثة 5000 الحد الأدنى لحاميل الماجستير والدكتوراه زيادة المعاشات ب15% بردو بدءاً من 1 أربعة زيادة قيمة القيمة المالية لتكافل وكرامة أيضاً بنسبة 25% فالحقيقة يمكن إحنا كان طول الفترة لأن إحنا كنا بنناقش بالتفصيل القوانين والقرارات الخاصة بتفعيل هذه الحزمة إن شاء الله وأنا ينتين عايز أقول بس أن هذه الحزمة حد لحضراتكم الأرقام أن إحنا كلفة هذه الحزمة على الدولة حتبقى في السنة 150 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر